الوقائع الماسل الآن والحقائق التي ظهرت خلتنا نتجاوز هذا الاتفاق الطاري أنا أعتقد أنه الآن الطنين بنسمع مرات مؤيد الاتفاق الطاري هو محاولة بس للبقاء على السطح وهذه زي ما بسمواه السودانين دي فرفرة المزبوح لأن الاتفاق الطاري أنا أعتبره خلاص في حكم الميت لعدة أسباب السبب الأول يعني خليك من المجلس المركزي للحرية والتغييرية هو زي ما قالوا حزبين أو واحد ونص أو هكذا القوة الدولية الصنعة هذا الاتفاق الإطاري وساعة ليو الآن هي نفسها زاهدة في هذا الاتفاق الإطاري ويعني ده مش مجرد تحليلات ده كلام حقيقي يعني ما نقل عن بعض عن السفير بريطاني الآن بفتكر أنه لازم نتوسع فيه شاعر أنه يعني هذا الاتفاق الإطاري غير مدعوم بما يكفي أنه حتى يصمو باعتبار أنه هو مولود أمريكي الاتفاق الإطاري إذا الأمريكان نفسهم بدوا يدعو إلى توسيع المشاركة أو توسيع الجهات الدعم للاتفاق الإطاري السعودية والإمارات يعني كثير من المنقول والمرويات عن السفيرين السعودي والإماراتي إنه هم شعرين أنه أضعف عملية سياسية الآن هم يعني شاركوا فيها هي قصة الاتفاق الإطاري لأنه وجدوا إنه القوة السياسية الرئيسية في السودان ونقول الاجتماعية ضد هذا الاتفاق وإنه حفنة صغيرة جدا من الكوادر السياسية والنشطاتهم مع الاتفاق الإطاري وبعضهم تحدث كأنه نحن نتعامل مع أطفال يعني لأنه السلوك الحرية والتغيير مع المجلس المركزي مع العملية السياسية هو يعني أقرب إلى لعبة العيال أو لعبة الأطفال تنظر إلى هذا اللي نهي العامل الأكبر إنه دخول مصر في تيار آخر والورشد عملت في مصر والنتائج التمخضت عنها الكتلة الصناعة الورشة في مصر أيضا عندها اعتبار لأي طرف بيجنز والخاصة الأطراف زي ما بتلك الدولية صنعت هذا ودعمت هذا الاتفاق